تنتهك تركيا المناطق الاقتصادية شرقي البحر الأبيض المتوسط بطرق عديدة على الشواطئ القبرصية تمضي السفينة التركية يافوز بالحفر منذ نهاية أبريل الماضي وأكد وزير الطاقة التركي أن أعمال الحفر لن تتوقف موقف دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتهام تركيا بمفاقمة الخلافات وإدانة تلك الخطوات واتهام أنقرة بعدم التجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد لوقف مثل هذه النشاطات غير المشروعة أما على الشواطئ اليونان فتزعم أنقرة أن لها حقوقا في 12 تجزيرة غنية بالثروات الطبيعية تخضع للسيادة اليونانية وعلى الشواطئ الليبية تسعى شركة البترولي التركية للانتقال إلى المرحلة التنفيذية من الاتفاق مع حكومة الوفاق بالحصول على إذن تنقيب وقعت تلك الاتفاقية في نوفمبر الماضي لكنها أثارت غضبا دوليا لعدم قانونيتها ومخالفتها قانون البحار الدولي نجح أردغان في تطويع حكومة الوفاق بالعقيدة والتمويل والتسليح والمرتزقة لكن قرار قبول عمليات التنقيب التركية في المياه الليبية ليس بيد سلطة الوفاق وحدها وبالتزامن مع كل هذا سمت أمر ما يعد على الجبهة التركية الإسرائيلية على خلفية الطموحات المشتركة لترسيم حدود بحرية جديدة شرقي المتوسط والأهداف من ذلك عديدة فإسرائيل تجد جدوى أكبر لتصدير الغاز عبر الأراضي التركية والأخيرة يمنحها ذلك قوة لمقارعة منتدى غاز شرق المتوسط موسيقى